الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه وصلنا إلى الباب السابع عشر بعد الثمانمائة في مختصر شرح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر في هذا الباب حديث واحد هو السابع والخمسون بعد التسعمائة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا ومعنى الحديث أن القمر انشق في زمنه صلى الله عليه وسلم فكان نصفين نصفا من وراء حراء ونصفا أمامه ليكون معجزة له صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته لأن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فيما أخرج البخاري فلما واقع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا أينظروا ماذا حدث لأنها معجزة عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات الحسية التي مر بها الأنبياء هذا الحديث يدل على أن من أعظم المعجزات المادية الكونية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم هي معجزة انشقاق القمر وهذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وأشار القرآن العظيم إليها في صورة القمر قال ربنا جل في عليائه سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر وسببها أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر كما قال البخاري فلما حدث ذلك قالوا هذا سحر ابن أبي كبشة فانظروا ما يأتيكم من المسافرين فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإلا فهو سحر فلما قدم المسافرون سألوهم فقالوا رأيناه قد انشق وهذه معجزة من المعجزات المادية وهي ثابتة في كتاب الله في القرآن العظيم اقتربت الساعة وانشق القمر ورسولنا صلى الله عليه وسلم نبي صدق وعدل جاء بالهداية إلى الخلق أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم الهداية واتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ناصل إلى الله غير مبدلين اللهم أمين